السلام عليكم مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف يخصص لدابي مكتسبات المتعلمين فيما يتعلق بالمساحات الجانبية والكلية لكل من الموشور القائم والأسطوان القائمة على بركة الله نبدأ السؤال الأول يقول المساحة الكلية للموشور القائم والأسطوان القائمة تساوي المساحة الجانبية زائد مساحة قائدة هل علاقة صحيحة أم خاطئة؟ بطبيعة الحال العلاقة خاطئة هذا عمل المتقل نمر للسؤال الموالي المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زائد ضعف مساحة القائدة هل علاقة صحيحة أم خاطئة؟ طبعا العلاقة صحيحة إجابة كذليل تفوقك السؤال الموالي المساحة الجانبية هو حساب المساحة الجانبية لمتوازن مستطيلة كما قلنا المساحة الجانبية تساوي محيط القائدة في نتيفة هنا القائدة عبارة عن مستطيل محيط المستطيل هو طول زائد العرض في اثنان بعد قيم بالتطبيق العدد نتوصل إلى أن المساحة الجانبية تساوي 84 سنتيمترا مربعا ابتسم فأنت البطن لنلقي نظرة على محتوى التصحيح المساحة الجانبية المساحة الجانبية تساوي محيط القائدة في الاتفاع محيط القائدة هو طول زائد العرض في اثنان لأن القائدة عبارة عن مستطيل بعد التطبيق العدد كما قلنا نتوصل إلى أن المساحة الجانبية تساوي 84 سنتيمترا مربعا نمر للسؤال المولي المطلوب هنا هو المساحة الكلية لنفس متوازي المستطيلات قلنا أن المساحة الكلية تساوي مجموع المساحة الجانبية و مساحة القاعدتين علما أن المساحة الجانبية تساوي 84 سنتيمترا مربعا إذن مساحة القاعدة التي هي عبارة عن مستطيل تساوي الطول في العرض بعد التطبيق العددين نتوصل إلى أن جواب صحيح هو الاختيار الأول 6 سنتيمترا مربعا ممتاز يا بطل لنلقي نظرة على مضمون الصحيح إذن ست أو المساحة الكلية تساوي محيط قاعدة في الارشفاء زائد ضعف مساحة القاعدة على شفا ست باس لدينا مساحة الجانبية تساوي 84 سنتيمترا مربعا مساحة القاعدة تساوي طول في العرض لأنه برعا مستطيل إذن بعد التطبيق العددي نتوصل إلى مساحة الكلية تساوي 96 سنتيمترا مربعا نمر للسؤال الموالي المطلوب هنا حساب المساحة الجانبية لمتوازي المستطيلات أعلى هذا السؤال مشابه للسؤال ألف في التمرين السابق المتغير هو أبعاد متوازي المستطيلات حيث القاعدة هنا طولها 5 سنتيمترا والعرض يساوي 3 سنتيمترا والارتفاع هو سنتيمترا إذن بعد التطبيق العددي سوف أصل إلى أن المساحة الجانبية للشكل هي 32 سنتيمترا مربعا أنت أسجر الشجعان السؤال الموالي المطلوب هنا هو النساحة الكلية نفس العلاقات بعد التطبيق العددي نتوصل إلى أن النساحة الكلية لهذا متوازي المستطيلات هي 62 سنتيمترا مربعا ابتسم فأنت البطن المطلوب هنا هو حساب المساحة الجانبية هذا المشور القائم إذن كما قلنا المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في درجة فع هنا القاعدة هي عبارة عن مثلث محيط المثلث هو مجموع أضلعه إذن بعد القيام بالتطبيق العددي نتوصل إلى أن مساحة الجانبية تساوي 42 سنتيمترا مربعا أنت طموح ومش شعيد لنلقي إطلاع العرض صحيح إذن 10.5 تساوي محيط القاعدة في الارتفاع محيط القاعدة يساوي مجموع أضلعه إذن 3 زايد 4 زايد 5 يساوي 12 سنتيمترا إذن مساحة الجانبية تساوي محيط القاعدة في الارتفاع أي 12 في الارتفاع الذي هو 3.5 سنتيمترا وبالتالي المساحة الجانبية تساوي 42 سنتيمترا السؤال الموالي المطلوب هنا هو المساحة الكلية إذن المساحة الكلية كما قلنا هي جموع المساحة الجانبية و مساحة القاعدة مضربة في إذن إذن بعد التطبيق العددي نتوصل إلى أن المساحة الكلية لهذا المشهور القائم تساوي 54 سنتيمترا مربعا ما شاء الله يا متفوق لنلقي نظرة على تصحيح كما قلنا المساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد داف مساحة القاعدة لدينا المساحة الجانبية هي 42 سنتيمترا و المساحة القاعدة تساوي الطول في العرض مقسوم على 2 إذن 4 في 3 مقسوم على 2 تساوي 6 سنتيمترا مربعا وبالتالي المساحة القاعدة تساوي 42 زائد 2 في 6 سنتيمترا مربعا وبالتالي المساحة القاعدة تساوي 54 سنتيمترا مربعا نعمل السؤال الموالي المساحة الجانبية لأسلوان قائمة هي B في H تساوي 2 في P في R في H هل علاقة صحيحة أم خاطئة إذن قلنا أن المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في تساوي فعل هنا القاعدة عبارة عن دائرة أو قرص إذن محيط دائرة هو 2 في P في H مضروف في H وبالتالي فالعلاقة صحيحة سؤال موالي ما هي المساحة الجانبية بهذه الأسطوانة قلنا بأن المساحة الجانبية تساوي لأسطوانة قائمة هي 2 في P في R في H 2 في P في A التي تساوي 2 سنتيمترات في H في 6 سنتيمترات بعد التطبيق العددي نتوصل إلى أن المساحة الجانبية تساوي 75.36 سنتيمتر مربعا مبروك لك التفوق والنجاح لنلقي نظرة على التصحيح للمساحة الجانبية تساوي P في H تساوي 2 في P في R في H تساوي 2 في P التي يتبت 3 14 في R 2 سنتيمتر في 6 سنتيمترات بدأت تطبيق العددين نتوصل إلى أن رسوح فاصلة غال أو المساحة الجانبية تساوي 75.36 سؤال موالي المساحة الكلية الأسطوانة قائمة هي S تساوي 2 في P في H في H زايد 2 في P في H مربع هل علاقة صحيحة أم خطئة قلنا أن المساحة الكلية تساوي المساحة الجانبية زايد داف مساحة القاعدة إذن قلنا بأن المساحة الجانبية هي 2 في P في H في H إذن الجزء الأول من الجزء الأول صحيح زايد ذا مساحة القاعدة 2 في مساحة القرص التي هي P في H مربع إذن علاقة صحيحة سؤال موالي ما هي المساحة الكلية للأسطوانة بالسنسيمات المربع نفس الأسطوانة إذن يكفي وضع العلاقة السابقة والقيام بالتطبيق العادة للحصول على المساحة الكلية إذن للمزيد من التمرين المرجو تحميل تطبيق المسياز على Play Store وتقسمه مع جميع الأصدقاء دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته